الحكومة طبعاً اللي هتقولك إنه الحرب العالمية اللي بتحصل هي المسؤولة رقم واحد عن غلاء الأسعار وهي نفس الحكومة اللي مغلية لك الماكرونة واللي مغلية لك زيارة حديقة الحيوان وزيارة الأهرامات وزيارة المتاحف هي نفس الحكومة اللي مستغلة الوضع الحالي أسوأ استغلال علشان هي عندها مشاكل اقتصادية أعمق وأكبر من زيارة الأسعار العالمية الحكومة دي النهاردة قالت من خلال عبد منعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية وزارة التموين إنه في حبس سنتين وغرامة مليون جنيه للمحتكرين والله يقال كده حبس سنتين وغرامة مليون جنيه للمحتكرين طب واللمحتكرين السلطة في البلد هيحبسوهم كمان ولا هيسيبوهم لا الله يا احمد أنا قبل ما نروح هذا السؤال احتكار السلطة لان دي السلطة عندنا محتكرة من ستين سبعين سنة أنا عايز أقول هو فجأة تم احتكار كل السلع في البلد أنا أتفهم لو أن سلع ما تم احتكارها تغلى إنما لما كل السلع الجزائية لما كل أجهزة كهربائية لما كل حاجات العقار الحديد وغيره يعني تغلى إذن المحبس المحبس اللي فوق اللي ماسك المحبس هو اللي هوى أشيب بس ما حدش يخدعنا هناك تعمد لارتفاع الأسعار ما صدقوا أنه هناك حرب روسية أوكرانية والعالم مشغول شوية خلاص ابدأ افتح نفية الأسعار غال يا عم خلي الناس تدفع من قدها ومن شاءها طبعا حضراتكو قدامكو الرقم على الشاشة في كمية كبيرة جدا جدا من الفيديوهات من حلقة الأمس موجودة والنهاردة ابعتوا فيديوهاتكو إنما صوتكو حيوصل أنتوا أكبر معبر عن الحقيقة أنتوا الواقع أنتوا الشعب القادرين على أن أنتوا تعبروا عن رأيكو والشارع المصري هو أكيد هو الصوت المعبر عن حضراتكو طبعا الكلام اللي بتقال دا أن الاحتكار ومش احتكار طبعا دا كلام لا يليق عيب قوي عيب أنك تقول أن أنت مش قادر تعمل ضبط للأسواق ثم عمرها مكانت التغليز العقوبة هو الحل ماهي قريدي فيه قانون العقوبات وفيه حبس وفيه غرامة لأي حد يحتكر السلعة لما أنت يعني تخلي الغرامة مثلا ترفعها إلى مليون جنيه حالة المشكلة اطلق مسألة ببساطة شديدة أنت بتواجه النهاردة ارتفاع جنوني في الأسعار كافة الأسعار يبقى عيب تصدره للشعب أن فيه تجار جاشعين وفيه ناس بيلعبوا في السوق وفيه ناس نحن وإحنا مش قادرين ولما تحاول أن أنت توصي رسالة أنت قادر على ضبط الأسعار تقول حغلز العقوبة طبعا ده ليس حل إطلاقا الحل الحقيقي هو الضمير هو الصدق وده الأمانة طبعا نشوف حضراتكو ونسمع أصواتكو على تباعا في الشارع المصر يكون صدق معنا ورقم قدام حضراتكو حنحاول أن احنا نستابل من اللحظة دي أيضا كل أراءكو إنما خلونا أروح إلى برضو دلوقتي الكلام اللي تقال على تغليز العقوبة بالحبس والغرامة لكل تاجي يسول ناو نفسه بالاعتقار أو التخزين أن العقوبة ستبقى سنتين بالحبس والغرامة من 500 ل1000 مليون جنيه ومسلط البضاعة والنهاردة سابت النابل عام أصدر ككتاب دوري بأن أي بضاعة هيتم مصادراتها لازم تتباع بالسهر رسمي في المجمعات على الفور لإحداث توازن في سطول المطر معناها أنك لما تزود مليون جنيه غرامة معناها باختصار في فهمي للنظام الحالي أو الطريقة لضرب البلد معناها أنك بتزود تأمان الرشوة اللي هتتدفع علشان الناس ما تتغرمش ده اللي أنا فهمه إما أنك قادر على ضبط الأسعار لأنك أنت عارف مين المحتكرين وإما أنك غير قادر في الحقيقة وزارة الداخلية تكلمت بوضوح وقالت إحنا رصدنا إخفاء وتخزين للسلع الأساسية خاصة الأرز والدقيق أوه ما فيش أكتر من كده الجهاز الوزارة اللي عارفة كل واحد فينا حطت فلوسه ومخبيها فيه الوزارة اللي عارفاني أنا متخانم عمرتي ولا لا الوزارة اللي عارفة كل حاجة في البلد أي لا لك أوه الرز والدي مستخبين طب الله طب ما أنتوا عارفين أوه طب ما تطلعهم بقى يعني ما تطلع الرز دي وانت خاف البدل تتعفر وليها بيه مدام أنت عارف الرز والدي مستخبين أكيد أنت عارف تخبيهم فيه طلعهم بقى اعمل حملات بقى فرجنا بقى خوف التجار الجاشعين بقى حسس الناس إن في دولة فعلا للحظة واحدة من اللحظات استخدم القوة للعنف دول في تحقيق أهداف للمواطن الغالبان اللي عايز يكون لهم تعيش بسيطة أستاذ ممكن ناس أسوال تفضل باشا هم الحمد لله الداخلية أعلنت إن هم أعرفوا الناس بتخبي الرز وديه فين صح عارفين الإرد بيخبي ابنه فين ساكم الإرد ولا ابنه خليني في الرز وديه إذن أعرفه عارفين وحطوا إيده مع المخازن المسروقة لا ما حطوش لا مقالك إحنا رصدنا خلاص عارفنا مدام رصدنا بس كالرز مرحلة مع قبل القبض يعني هو خلاص عارف هي فين أه طب هل أتوقع ساعتك مرة أخرى إن كل الرز اللي زاد 2-3 جنيه يرجع تاني سعره لو في حملات تمام هل أتصور ساعتك إن الدقيق اللي زاد سعره 1500 جنيه في الطن من 9.5 إلى 11 يرجع سعره لو في حملات ما هو ما هو ده بس يا أحمد علشان دلال التدليل على الكذب أنا عايز أقولك فيه كذبة أخرى فتحت شوية أو يعني اللي هي بمعنى إيه وسعت منهم يعني اه وسعت شوية تعرفين طبعا إن العمر قديب بيحاول إنه هو دلوقتي يعني يقولك الأسهار مش عندنا في مصر في كل حتة في أمريكا وطبعا إن بارح أثبتنا لحضراتكم إن لم تتأثر دولة ما بالوضع الغاز والروسي لأوكرانيا قد ما تأثرت مصر أوكرانيا نفسها رئيس الوزراء الطل على غد رائب وخفت فواتير الكهرباء والغاز ترجمة نانسي قنقراني